أنا بطبيعتي أرفض الظلم جميع أشكالي الظلم الاجتماعي، الظلم الشخصي، الظلم الذي لا مبرل له يكفينا أن ننظر إلى الحياة السياسية الحالية في بلادنا بناء على تلك الورقة الزرقاء التي أفسدت لانتخابات الأخيرة ومقبل الأخيرة إنصافاً لإخواننا الجزائريين يجب أن لا نضع الشعب الجزائري في نفس السلة ومن دبير أمر هذا الشعب أرغم أنفه في الواقع فهذا الحكام الجزائريين الآن والجزائريين هم الذين يقومون بهذه الأعمال الشيطانية وقيادة القضية للاعتراف الأمريكي الذي اندرج في عملية ابتزاز في الواقع خضع على هذا المغرب مع كل أسف لأنه لا قوة إلا بالله ما حصل الآن مع ما يجري في فلسطين في غزة وفي القطاع أظن أن حان الوقت بأن نجعل حد لهذا التطبيع ما يؤسف له هو نوع من التصابق الذي حصل لدى بعض الفئات في المجتمع المغربي أساساً بعض الناس الذين كانوا يظنون أنهم سيحصلون على أرباح هائلة إذا ما قاموا بعملية مشاركة مع الصهايين أنا شخصياً منذ البدء أعتبر بأنه التطبيع كان غير مقبولاً لأنه لا كان التطبيع بالمجال الخزي والعار على هؤلاء الناس الذين يخلطون ما بين وطنيتهم وقوميتهم المغربية وتعامل مع الآخرين في هذا الاتجاه أظن أن وظيفة حكومة التنوى والتوفقية كانت فقط هي أنها تجعل حد لتشنج الذي ساعد الحق السياسي الوطني من الاستقلال إلى تكوين حكومة التنوى والتوفقية لا يعقل أننا ننتج ونصدر الماء على شكل فواكه مثلاً الأبوكا الذي يستهدق كثير من الماء ثم كان هناك ذلك القضية للإرت فمثلاً يجب أن نتذكر أو أن نتأمل أولاً في صورة النساء أنا من الصور التي تعجبني في القرآن وهي صورة النساء وناشد الجميع أن يقرأها وأن يتمعن في ترتيب آياتها أظن أن وظيفة حكومة التنوى والتوفقية كانت فقط هي أنها تجعل حد لتشنج الذي ساعد الحق السياسي الوطني من الاستقلال إلى تكوين حكومة التنوى والتوفقية وأحيي بالمناسبة على ما قام به من أجل جمع شم لاعبين لا في الخارج ولا في الداخل بسم الله الرحمن الرحيم بداية أرحب بكل متابعي الحلقة الأولى من بودكاست منتدى المتوسط وأرحب بضيف الأستاذ مولي اسماعي العلوي مرحبا بك استقر رأي منتدى المتوسط أن تكون الحلقة الأولى في هذا البودكاست مع سيادتكم لاعتبارات عديدة فالمراحل التي قضيتمها في مجال الفكر والسياسة والبحث العلمي تؤيد هذا الاختيار وأيضا اهتمامكم بالمجتمع المدني وما عشتموه من ابتلاءة السياسة بشكل عام في بلدنا وتدبير الشأن العام الذي اكتويتم أيضا بأشغاله كما أنكم دون شك نظرا لهذه الاهتمامات كلها كنتم في موقعي الذي يرصد تحولات التي تقع وطنيا وإقليميا ودوليا لذلك فنحن نعتبر أن شخصيات من أمتالكم هي وثيقة تمشي على قدمي ومن حقنا نحن وواجبنا أن نقوم بتحفيظها للأجيال القادمة ولكل مهتمين يريد أن يتفاعل مع أفكارها وأرائها فمرحبا بك من جديد في هذا القودكاست سيد مولا إسماعيل العلوي ولن نود أن أتخدم لكم أيها الأخوات أيها الأخوات بشكر للجزيل على دعوتكم لي وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم طبعا معلوم أنكم من بيئة سلوية محافظة من عائلة عريقة أيضا لكن يتسأل المتتبع كيف اتجه اختياركم الفكري إلى الإيديولوجيا الماركسية وما هي الدوع والأسباب التي رجحت هذا الاختيار من بين إمكانات فكرية كانت موجودة في الساحة نذكر السلفية نذكر القومية اليسر القومي نذكر الليبيرالية بشكل عام يعني يتسأل المتتبع لماذا الذي رجح هذا الاختيار نعم أظن أنه السبب بسيط في الواقع يعود إلى صباي وإلى تكويني بشكل عام هو الذي جعلني أخطار النهج الذي سرت عليه إنما إضافة إلى هذا من دون شك أنه خلقة المرء يعني هي التي تتحكم في مسيره عبر الحياة فأشارتم إلى بعض التيارات الفكرية الكثيرة التي هي موجودة الآن في عالمنا المغربي والعربي والإسلامي والعالمي لكن في زمن كان ولي في العمر الآن 84 سنة الاختيار كان محدود أنا بطبيعتي أرفض الظلم جميع أشكالي الظلم الاجتماعي الظلم الشخصي الظلم الذي لا مبرل له وبالتالي ما كنت ألاحظه أنا صغير في مجتمعنا المغربي من تفاوت في طرق العيش وكذلك يعني السلوك البعض مع البعض الآخر كل ذلك جعلني أنني أغضب شيئا ما ثم كذلك كنت أكره البؤس البؤس المادي والبؤس المعنوي البؤس المادي لقد أشرته إلى بعض الجوانبه عن خلال كلام عن الظلم الذي كان موجودا في مجتمعنا ومازال مع كل أسر موجودا ثم الضعف المعنوي هو ذلك الضعف الذي جعل المرء كله يعني جشع في غرب الأحيان يتناسى وضعه يتناسى أركان تكوينه الأخلاقي وينساق وراء هذا الجشع بشكل مذهل فبالتالي كنت دائما أبتعد من هذه النوع من السلوك لدرجة أن الوالد رحمه الله كان يلقبني بالإبن الزاهد هل فعلا كنت زاهدا الله أعلم إنما أتمنى أن أكون عند حسن والدي رحمه الله وأن أكون كذلك عند حسن ضمن إخواني في المجتمع الذي تعامل معهم الذي يعني أسعى إلى خدمتهم في نفس الوقت شكرا كما تقول الشاعر القديم مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاه تماما دائما وقريبا يعني من المرجعي الإيديولوجيا طبعا حزب التقدم الاشتراكي الذي تنتمون إليه وكنتم أمنا عاما له يعني يعتبر هو الوريد الشرعي للحزب الشيوع المغربي ما الذي يشكل في تقديركم الجينات الرابطة بين حزب التقدم الاشتراكي اليوم وحزب الشيوع المغربي يعني في الإبان دي هو ما ذكرت ما ذكرت ما قلت لحد الآن ثم المواقف الذي يتبنىها الآن حزب التقدم الشراكية وما تبنى حزب الذي سبقه أي حزب التحرر والاشتراكية ثم ما قبله الحزب الشيوعي المغري لابد أن أشير إلى أن هناك نوع من الخلط ونوع كذلك من أفكار مسبقة تهم هذا التيار الفكري وهذا التيار السياسي المعلوم فعدد من الناس يخلطون ما بين الأفكار الماركسية في مجملها والإلحاد فالإلحاد لا على المساوى الفكري ولا على المساوى السياسي لا وجود له بشكل شامل في ما يخص الماركسية الماركسية والعلاقات التي تقوم بين أفراد المجتمع فيما بينهم من جهة من يكتسب القدرة والجاه ومن جهة أخرى من لا يكتسب هذه القدرة وهذا الجاه طبعا هذا أتكلم بشكل عام وبشكل سريع لأنه التحليل يتطلب وقت طويل كل ما هناك أنه بالنسبة لحزبنا مود النشأة كان هناك عدد من الرفاق والرفيقات الذين كانوا مؤمنين بكل معنى الكلمة يحتفظون على تطبيق تقوص ديننا الإسلام الحنيف وكذلك هذا لا يجعلهم لا يتعايجون مع آخر لا يسيرونهم هذا التصور إما لأنهم لهم دين آخر كمثلا المغاربة اليهود الذين كانوا في الحزب أو ناس يعتبرون أنفسهم أحرارا في فكرهم فمشكل المعتقد ومشكل العقيدة لا يطرح أبدا في صفح حزبنا بالحد الذي يمكن أن يطرح في عيئة أخرى مع كل أسف لابد أن نتر الانتباه إلى أن عدد من منتمين إلى أحزاب أخرى ولغاية في نفسه يقوم كانوا يسعون إلى تأكيد على هذا الانفصام ما بين التصور الماركسي والتصور الإلحادي أعتقد أن الفكرة وضحت في هذا الاتجاه ولكن مع ذلك يبقى هناك سؤال يتعلق بالمنهج هل معنى أن المنهج الماركسي بمحدداته المعروفة السرع الطبقي لازالت حاضرة في التحليل السياسية للحزب اليوم؟ أظن أنها تفرض نفسها مشي حاضرة هي تفرض نفسها مشي بإرادة من يلاحظ وجودها ويعمل على بناء خطة على أساس وجودها ولكن هي تفرض نفسها يكفينا أن ننظر إلى الحياة السياسية الحالية في بلادنا وما يجري حتى في هذه السنوات الأخيرة لا سيما في هذه السنوات الأخيرة أكثر من قبل للتأكد بأن هناك طبقات هناك مصالح مادية تتحكم في مواقف عدد من الناس البعض منهم واعي بذلك والبعض الآخر منسق لأسباب كثيرة منها حتى منساقها وراء النهج معين بناء على تلك الورقة الزرقاء التي أفسدت لانتخابات الأخيرة ومقبل الأخيرة إذن هذه من الأشياء التي ينساها المرء عندما ينظر إلى الماركسية الماركسية هي منهج للتحليل أساسا تحليل المجتمع على المساوى التاريخي على المساوى الاقتصادي على المساوى الاجتماعي على المساوى السياسي وعلى المساوى التقافي هناك أدوات متوفرة لمن يريد أن يقوم بهذه الأنواع من التحاليل يجدها في الماركسية طبعا ليست هي الوحيدة التي تتقدم ببعض الوسائل التحليل ولكن هي التي جمعت بين هذه الصناف كلها في باب واحد وهو دراسة ما تسميه المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأي مجتمع طيب أستاذ مولاي اسماعيل للمزيد من الإضاءة في هذا الاتجاه هناك كتابات عديدة لأقطب سياسة بالمغرب كتبوا مذكراتهم مثلاً نقرأ الوطن أولاً للمرحم بستال نصف قرن من السياسة لأستاذ عبدالهادي بطالب الجابري في أجزاء الثلاث في غمار السياسة فكرة ممارسة نلاحظ في هذه الكتابات غياب ذكر أدوار الحزب الشيوعي بالمغرب في حين نجدها موجودة في مقالات وكتابات المناظرين من الحزب بحل السياسة عبدالعيشي المناظر السياسة عبدالعيشي رحمه الله بحل جامع بيضا مثلاً في إحدى مداخلاته لكن السؤال هو ما سبب هذا الغياب لأدوار الحزب الشيوعي في المغرب أو لماذا كانت هناك مهما هي الأسباب التي كانت تقيم هو بين الحزب الشيوعي وباقي تشكيلات الحركة الوطنية بالمغرب في الواقعات يوسف تقدمتم بسؤالين واسع عريض ودقيق في نفس الوقت والجواب هو جواب بسيط هو أن التيار الشيوعي التيار الماركسي في بلادنا استضم بأوضاع خاصة أولاً على المساوى الدولي كان هناك نوع من الدعاية السائدة من قبل نتكلم بصراحة من قبل السماليين الذين رأوا في تطور هذا الفكر ولاسيما بعد انتصار الثورة الشيوعية في روسيا خطراً على مكانتهم وعلى موقعهم وهذا الخطر ما زال يسكن أدهان عدد كبير من الناس حتى بعد سقوط جدار برلين يكفيكم أن تنظروا إلى بعض البرامج في التلفزيون الدولي أساساً في التلفزيون الغربي لتلاحظون بأن وكأنهم ما زالوا يخشون حتى جثمان هذا النظام الذي سقط مع سقوط جدار برلين فأظن أن هناك موقف طبقي كان موجوداً ومزال مستمراً لا ننسى أنه مثلاً عند نشوب الطورة في روسيا كان هناك واحد النوع من تكالب ضدها تكالب ساهم فيه طبعاً الفئات المثرية التي كانت موجودة في روسيا أنا ذاك من أريستقراطيين وكنيسة أرثودوكسية من جهة لأنه كانوا ملكين لأراضي ومستبدين لعدد كبير من القوم من البشر ثم سهم فيها كذلك عدد من ما نسميه بالأقطاب الإمبريالية في العالم وبالمناسبة مثلاً لابد أن أذكر بأن تشيرشيل كان له موقع واضح في هذا الأمر كان يكره هذا التغيير الذي حصل إلى أن مات بل أكثر من هذا كان يكره حتى ما كان يظن بأنه وريد أو له علاقة بهذه التيارات مثلاً عندما حضر في اللقاء الذي نظم باوين روزفيلت كرئيس الويلة المنتحدة في سنة 42 أو 43 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 حضره طوعاً محمد الخامس محمد الخامس ورحمه الله حضره وكذلك وكان ضد ما قام به روزويل من الكلام عن ضرورة استقلال المغرب كما ناضل ضد استقلال الهند وكان يعتبر مثلا غندي الذي لم يكن له أي علاقة مع الشرعية ومع الماركسية بالحيوان العاري لأنه كان دائما يلبس تلك السطرة المعروفة لدى الهند هذا الأمر فقط خير لأدقق هذا الأمر زعيم آخر عن المساوى العالمي دوغول دوغول كان حينئذ في سنة الحرب العالمية الأولى كان بدرجة كابيتان وكان رئيس البيعة الفرنسية التي كانت تهدف إلى إحباط هذه الحركة التي نشأت في روسيا فهذا لأقول بأن الأسباب كثيرة وهذا الدعاية التي كانت ضد كل ما هو يسعى إلى تغيير الأوضاع وتحسين أوضاع المستضعفين بشكل عام الكادعين بالأساس كل هذا يزج به في خانة خانة الإهانة واعتبارك أنه شيء لا يستحق الذكر حصل هذا من دول العربية التي كانت لا سهل لها أي صلة بالماركسية في العقيقة مثل العراق ما حصل في العراق صدام حسين كان معادي حتى للعزب الشوعي في العراق يعني كان يعتبره أنه منافس له وبالتالي هذا لم يمنعه من أن تتصدى إليه الإمبيريال الأمريكية وتقضي عليه لأسباب يعرفها الجميع لكن مع ذلك أستاذ موليسماعيل يبقى سؤال محير يعني فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتي يعني المنظومة التي تبنت الطرح الماركسي التناقضات الداخلية الموجودة في المجتمع السوفيتي أدت إلى التلاشي الذي سيعرفه في النهاية لدرجة أن النقطة في الاتحاد السوفيتي كانت تقول ما هي الاسترافية فيجيبون تندرا هي أطول طريق للوصول إلى الرأس مالي يعني يبقى السؤال ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا ولكن أنا أعود إلى الأمر المتصل لماذا غابت في كتابة المذكرات الوطنيين أنا أريد أن أجلحة كذلك أنا أريد أن أجلحة نعم أريد أن نصل إلى هذا أولا أريد أن أشار إشارة بسيطة لظاهرة اجتماعية مجولة في تنجا أخذ تنجا لأن تنجا كانت حينئذين في بداية القرن العشرين وحتى بعد كانت هي العاصمة الدبلوماسية والدولية للمغرب في تنجا لنعتي المشاغب والمشاكس تقولوا بوشبيك ما هو بوشبيك ما لديه علاقة بوشبيك أو أي شيء هو البولشبيك بولشيف بولشيفيك بولشيفيك معناها هو التيار الذي قاد طورة الروسية معناها أنه وصل الأمر حتى أصبحت كلمة بوشبيك دائعة في وسط شعبي بعيد كل البعد لمسافة ولا فكريا عما كان يجري في سان بيترزبوك من بعد كانت لينغراد ومن بعد عودة رجعت سان بيترزبوك أو موسكو لأن هذا أقول بأنه كان هناك حملات يعني لتكييف التصور والأفكار بشكل مذهل أرجوكم عودوا لبعض البرامج تمر الآن في التلفزة الفرنسية مثلا إستوار أو توتل إستوار الذي هي الآن تحت هيمنة بولوري وهو ذلك الشخص الذي أصبح يستحويد على وسائل إعلام تقريبا في فرنسا مع آخرين ولكن هو أكبرهم لترأوا أن هذه الدعاية ما زالت مستمرة وكأن هذا الشبح ما زال يخيف هؤلاء الناس الذين يريدون أن تبقى الأمور على ما كانت عليه حتى يكتنزوا ما يكتنزوا هنا هذا فقط أشير إلى ما يجمعنا نحن كمغاربة أي الدين الإسلامي صح أجد في عدد من آيات القرآنية ما يدين هذا التصرف وهذا الجشع الذي أشرت إليه صح يكفي أن نذكر مثلا لكله مزاة اللمزة أو هاكم التكاثر احتزرتم المقابر فهذا الأمر أظن أنه كان موجودا و لا ننسى أنه احتفع للنبي عليه السلام كان هناك ناس الذين كانوا يعتبرون أبو الغفاري وكأنه يعني يكاد يكون من الخوارج ليس على المساوى العقائدي ولكن المساوى الاجتماعي فهذا لأقول بأن هذه من سنن الكون ومن سنن المجتمعات واستضم هذا الفكر وهذا الحزب الذي سعى إلى تمتيل المستضعفين وأساسا الكادحين في بلادنا إلى نفس العملية التي دامت مدة طويلة لا من قبل الزعماء أحيانا في الأعزاب ولا من مضمون ما كان يروج لوسط هذه الأعزاب من سوشيفي أنه في عام 1951 عندما التقى أستاذ عائد الليل الفاسي رحمه الله مع الأستاذ محمد بالحسن الوزني وكونوا نوع من تصالح ما بين تيارين كانوا موجودين في الأصل في الحركة تحرريا المغربية فقرروا أنهم أشاروا إلى عدم التعامل الكل مع الحزب الشوعي هل كان هذا بدافع ذاتي أم كان بدافع تاكتيكي لاستيلاء أو لا يعني التقارب من الإمبيريور الأمريكية لأننا كان هناك من يفسروا بشكل آخر لا لم أعد تفسير بهذه القضية فضل أقول وأظن أن أساس من الصحة وأن هما لا الليل الفاسي ولا حسن سي بالحسن الوزني سي محمد كان يسعاني إلى عدم الصدمة أو استضامة مع التيار السائد في الغرب أنا داك وكان لك الحرب الباردة وصلت تقريبا إلى أول جميع في بداية الخمسينيات فبالتالي لضمان يمكن نجاح مسعاهم على مساوى الأمم المتحدة وعلى مساوى الترافع في أوسات السياسية الغربية تجنبوا تجنبوا هذا المجراب هذا الذي يمكن خرج لنا مشاكل مع من دير بها هناك من رد الأمر إلى قضية عدم تجانس تشكيل البشري للحزب الذي ضم في عالمنا ذاك الوقت لم يكن تشكيل لك أمر إلى سؤال آخر هذا وعندما يتجرب هذا وعندما أعمل ماذا ماذا ضد خليد الماذا ماذا أعمل الحوار مع صحفي من الصحفيين وعندما وعندما يكون كتاب كتاب في الشهور المقبلة أستاذ أستاذ مولي إسماعيل بعد حصول المغرب على الاستقلال طبعاً هذا الاستقلال مر عبر مراحي استرجعناه في البداية مجموعة من المناطق المغربية في الشمال ثم بعد ذلك إفني ثم طرفايا ثم في سنة 1975 يعني فبز المسيرة الجنوب العربي يعني مناطق الجنوب أولاً ما قرأتك لهذا استقلال المتدرج والذي عرف بدوره أخذاً ورداً ما بين فرقاء داخل الساحة الوطنية لأن جيش تحرير كان يريد أن يواصل النضال في الجنوب فعل ذلك ولكن كانت معركة إيكوفيان 1958 ما معركة هذه يعني الهجمة التحالف الفرنسي الإسباني معنى الجحافة آه صح إذا أنت كرته ما تبقى من يعني الهجمة التي تعرض للجيش التحرير التي كانت قاسية في الجنوب يعني السؤال هو يعني هل الأمر كان هذا الاختلاف كان مرتبط بتقديرات مرتبطة بموازين القوة أم يعني بشيء آخر وفي الواقع لفهم هذا التسلسل الذي أشرتم إليه وهو صحيح طبعا إننا عشناه نابد أن نذكر بما حصل للإيالة الشريفة وهو الإثم الذي كان للمغرب فيما قبل إلى عام 1935 إن كان دائما الإيالة الشريفة فهذا الإيالة الشريفة فرض عليها انتشال منتظم من قبل فرنسا ولكن ليست هي الوحيدة من سو شيء أننا نرد العملية كلها إلى ما حصل في برلين عام 1898 أظن في مؤتمر برلين 1898 حيث تقرر في برلين تجزيء إفريقيا بين الدول الإمبريالية شطرا شطرا وبشكل هندسي حتى المسترا وستروا هذي لألمانيا هذي لإسبانيا هذي لبرتغال هذي لفرنسا هذي لبريطانيا وكان كذلك من مساهمين حتى دول لم تكن لهم علاقة بما يجري في أوروبا الغربية فهذا الأمر يجب أن نستحضره في أدهاننا ثم شرعت هذه الدول في مد يدها لهذا القارة الأفريقية وبدأت فرنسا تفعل ما كانت شرعت فيها حتى قبل هذا المؤتمر منذ 1830 باحتلالها الجزائر العاصمة ثم بدأت طبعا تقوم بتوسيع نفوذها في شمال الجزائر الحالية ووصلت إلى أجزاء تنتمي إلى الإيالة الشريفة كتوات وتيديكالت وقرارة وزوسانة ودورة إلى آخر كل هذه المناطق كانت خاضعة لسلطة سلطان المغرب وانتشلت هذه الدولة جزءا جزءا فلابد أن نذكر في ذلك الحين أن الدولة المغربية لأسباب كامنة في يعني أحشائها لم تكن قادرة على مجابهة هذا المد لا ننسى ما قاله وزير الخارجي المغربي أنا ذاك فعد مريعو العزيز عندما أطلع باحتلال فرنسا لواحد تويت فكان الجواب الوحيد الذي كان يفوه به هو لا حول ولا قوة إلا بالله وقبله عندما وصل في درب في سفينته وهو في نهر نيجير وصل لمدينة تومبوكتو بعت باشا تومبوكتو رسالة إلى سلطان مريل حسن الأول ينادي ويستنجد به أن يقول له مدينتكم تسقط بين يد الجيش الفرنسي ماذا كان رد فعل مريل حسن الأول وكان في أوجه وكان مليك قوي لم يستطع فعل أي شيء يصل بعد أولا الرسالة تصل من تومبوكتو إلى مراكش أو إلى فاس ويقع جمع شمل للجيش العرم بينه ويزدوجتين ويقوم العملية تنقل إلى تومبوكتو يعني إجارة المياه النيجير بأمطار مكعبة ومكعبة إذن لا بد أن نستحضر هذا الواقع ثم تحرير هذا بلد الذي كذلك وزع أطراف كان من الضروري أن يمر على هذه طريقة حررنا طبعا الأهم وهو الوسط المغرب الذي كانت النفوذ للعنصر القائد لهذه المجموعة كلها التي ساعت إلى تقسيم المغرب ثم بعد ذلك أقل من شهر أو شهر بعد توقيع على الوثقة تحرير المغرب الاستقلال المغرب مع فرنسا محتفظوا بالطرفية ثم محتفظوا بالجنوب الغربي الآن لوطننا بجوار هذه الدولتين الكبريين كان هناك واحد من بلادنا التي جمع فيها كل العصابة نسميها العصابة الإمبريالية فيها إيطاليا فيها إسبانيا فيها بورتغال فيها بلجيكا فيها هولندا فيها انكلترا فيها أمريكا كل هذو كانوا مجموعين تسيروا منطقة تانجة والفحص تانجة المسيرة حررت الساقع الحمراء قضية والدهاب كان تخلي الموريتانيا الاتفاق الذي حصل بيننا وبينهم بالنسبة والدهاب فاسترجعنا والدهاب إذن المرحلية كانت أمرا مفروضا ومفروضا يفضي بنا هذا إلى القضية الوطنية التي للأسف رغم استرجاعنا لسحرائنا لا زالت جارتنا تنازعنا هذا الأمر ومغرب لا زال يحاول بكل السبل الدبلوماسية والسياسية أن يحسم هذا الميل سؤالي هو يتعلق بالمصار الترافعي المغربي كيف تنظرون إلى أستاذ موليسماعي وخاصة فيما يتعلق بديبلوماسية القنصوليات ثم سؤال آخر مرتبط بالاتفاق الثلاثي 2021 ما دات جنة المغرب من هذا الاتفاق ككسب فعلي يرجح الوصول إلى حل بالنسبة لقضيتنا الوطنية أولا سسمح نرجال بداية سؤالتك إنصافا لإخواننا الجزائريين يجب أن لا نضع الشعب الجزائري في نفس السلة ومن دبر أمر هذا الشعب أرغم أنفه في الواقع فهذا الحكام الجزائريين الآن هو الجزائريين هم الذين يقومون بهذه الأعمال الشيطانية وفتحوا أمامهم كل الإمكانات التي يقبلها كل الخوانة لوطنهم إذن هذا أظن أن هذا عمل لا يمكن أن نرضى مسؤوليته على الشعب الجزائري برمته بل هل يهم تلك الشرد التي تحكم الآن الجزائر ولولا وباء الكوفيد لا كانت الآن في خبر في خبر في خبر كان فالحراك الشعبية في الجزائر كان من دون شيء سيؤدي إلى تصفية هذه ديكتاتورية العسكرية التي مازالت قائمة في بلد الجار فيما يخص قضية مصر الترافعي الترافعي والمغرب أظن أنه يحقق تقدما ملحوظا المساوى إفريقيا أساسا ولكن كذلك يحتاج المساوى أوروبا الآن مثلا إسبانيا قبلت بالمقترح المغربي ويسانده بكل وضوح فرنسا ما زالت متدب ديوى ولكن ستاتي في قريب بحول الله الاتحال الأوروبي في الطريق عن طريق ألمانيا وبعض دول أخرى إذن هذا أمر يسجل للحارجية المغربية والنشاط الذي تقوم به الخارجية المغربية في هذا الإطار يندرج مشكل القنصريات التي هم أساسا دول عربية ودول إفريقية فأرد فأرد أن هذا سيمكن من توطيب العلاقات مع إفريقيا حتى وإن كان العمل ما زال يتطلب جهدا لا سيما في إطار الاتحاد الإفريقي حتى يتم الترد لجمهورية المزعومة التي لا تمثل شيء لا على المسوى القانون الدولي ولا على المسوى الواقع فأظن أن هذا يجب أن نسطر عليه وأن ندعمه وقيادة القضيات لالاعتراف الأمريكي الذي اندرج في عملية ابتزاز في الواقع خضع لها المغرب مع كل أسف لأنه لا قوة إلا بالله فهذه العملية هي التي أدت إلى هذا التطبيع لا أسس له من المشروع في اعتقادي حتى وإن كنا طبعا نصلحة الوطنية تقتضي أن نتفهم في ذلك الحين ما حصل الآن مع ما يجري في فلسطين في غزة وفي القطاع أظن أن حان الوقت بأن نجعل حد لهذا التطبيع وعمليا نبد أن نقول بأن هذا التطبيع جميل لحد الآن طبعا ما زال ما كانش هناك قطعة تم نمى كان هناك واحدا نوع المسوى الدبلوماسي نوع من التجميل لهذه العملية ما يؤسف له هو نوع من التصابق الذي حصل لدى بعض الفئات في المجتمع المغربي أساسا بعض الناس الذين كانوا يظنون أنهم سيقومون ب أو سيحصلون على أرباح هائلة إذا ما قاموا بعملية مشاركة مع الصهايين وهنا تدخل القضية التي يشترناها في البداية للجشع الذي يدفع بالبعض إلى نسيان حتى القيام التي تنبني عليها أوطانهم وينبني عليها عمل بلدهم طبعا لا أنعت أي كان ولكن هذا الآن معروف ثم هناك كذلك بعض الناس الذين يعتبرون بأنه المسوى العلمي يمكن أن نستفيد كثيرا مما وصلت إليه ما وصل لهذه الكيام الصهيون البشع الذي الآن أصبح بمثابة الجزار يقتل يوميا تماما في غزة وحتى في القطع فهذا أمر يجب أن يحسن في يوميا من الأيام أظن أن الأشياء تتطور وعلينا أن لا نعطي للعمليات أو مظاهر الدبلوماسية أكثر مما تستحق صح لا تتطبيع يعني لوح قبل طفان الأقصى أنها كانت هناك محاولة حتيث لتصفية القضية الفلسطينية ونزلت ولنزلت طبعا محاولة لإقضار هذه القضية بحيث تصبح مجرد ذكرى بإقرار أمر واقع يعني عبر القوة والغطرة السهيونية والإمبريالية والإمبريالي طبعا لأن الداعم الأساسي المعروف أمريكا خلف إسرائيل يعني دام حصار غزاكة ما تعلمون 16 سنة هناك استمرار لبناء المستوطنات رغم القرارات الأممية التي تدعو في الضفة التي تدعو إلى إيقاف هذه المستوطنات اعتداء على الأراضي الفلاحية تهديم المنازل يعني تم ضرب كل اتفاقية عرض الحائط يعني كما يصف أحد الكتاب قل تقول لطفوي يعني دولة تنصر هذا عدم الاكتراث بقرارة الأمام والاستيطان إلى آخره يطرحوا سؤال كيف تقرؤون من جهة أمام هذا كله استمرار التطبيع مع دولة عنصرية منتنصلة من كل عهود مواتق القوانين الدولية وعلما أن المحكمة الدولية أصدرت قرارات ولازالت ستصدر فيما يبدو لأن المجزرة لازالت مستمر يعني السؤال هل يمكن أن يستمر تطبيع الدول العربية رغم كل هذه أظن أنه هذه القضية دوام لله ما كان من أمر فالقضية دي التطبيع بالنسبة للدول العربية أظن أنه أصبح أو يكاد في خبر كان هو كذلك فلا ننسى أنه أيام قليلة قبل طوفان أقصى كانت المملكة العربية السعودية على وشك التطبيع الرسمي صح هذا ما حصلش لحد الآن لحسن الحظ لحسن حظنا نحن العرب وشرف العرب فأظن أنه ما حصل من قبل سيدوب بشكل تدريجي وبشكل طبيعي لأننا لا ننفعل بكثرة ولكن القوتابتين في موقفنا أنا شخصيا منذ البدء أعتبر بأنه التطبيع كان غير مقبولا لأنه لا كانت تطبيع بالمجان نحن في أرضنا أرادت أمريكا أمن التوريد ولا أحد في العالم يمكن أن يخرجنا من أرضنا أتكلم علينا سحراء مغربية ففي هذا الباب هذا نكون مطمئن كلنا جنود من أجل الدفاع عن وحدتنا التوربية وبالتالي ما هو المقابل الذي قدمته هذه ظاهرة التطبيع لا شيء أمريكا ترفت بواقع كما في حالتها دائما تعتار بواقع فنحن نكتنز هذا الأمر ولكن الآن أظن أنه نظرا لسلوك إسرائيل والصهينا بشكل عام في فلسطين ضد على القرارات الأممية أي بين سيها أظن أنه تطبيع لا مجال للكلام عنه ذكرتني مولاي إسماعيل مرة التقيت أحد الشيوخ الصحراويين وقال لي بأنه التقى أحد الأمم العام من الأمم المتحدة وقال لهذا الأمم العام يمكن للمغرب أن يفقد صحراءه في حالة واحدة قل الأمم العام وما قل إذا مت 40 مليون مغرب تماما سؤالي إسماعيل ارتباطا بهذا ظهر في المغرب مجموعة من الناس يدعون إلى نزاعات عرقية شوفين ضيقة ولهم علاقات وطيضة بدولة إسرائيل كيف ترون تأثير مثل هذه الدعوات أو هذه النزاعات العرقية على النسيج المجتمعي معلوم أن الدستور المغربية تحدث عن مكونات عديدة لهذا الفسيفساء تكون هذا المغرب ثم هناك امتزاج المعروف والانصهار بين هذه التشكيلات الاجتماعية كيف تنظروا إلى هذه الدعوات في المجتمع المغرب أنها دعوات وهية دعوات مرتزقة هؤلاء الناس الذين تنهزنهم أو لا تشيل إليهم أنا أعتبرهم مرتزقة وأنا عادي تأتي كذلك الظاهرة لجشاء قالوا بأن هذه مناسبة لكي نحصر على شيء من الدعم المالي بالأساس وبالتالي ولكن الخزي والعار على هؤلاء الناس الذين يخلطون ما بين وطنيتهم وقوميتهم المغربية وتعامل مع الآخرين في هذا الاتجاه ما صحى بالنسبة لهؤلاء يصح كذلك بالنسبة لمن أسس هذه المجموعة هذه الريفة في الجزائر كما يصح حتى على بعض عناصر التي مازالت يعني مغرورة بحكاية البوليساري شكرا وإسمعي في سبعينيات مقرن كما تعلمون وأنتم ابن الحركة الوطنية وابن الكتلة كتلة يعني شكلت مجموعة من الأحزاب ما عرف بالكتلة الوطنية لكن بعد ذلك وقع فتور أسباب العديدة طبعا اليوم السؤال هو هل هناك أمل في إحياء الكتلة من جديد ولما لا كتلة موسعة كما كان يتحدث عن المرحوم الجابري أو الفقير البصري رحمهم وليس هما الوحيدين وليس هما الوحيدين لدينا تحدث عن الأمر هل يمكن الحديث عن كتلة وطنية تشكل جبهة واسعة من أجل الديمقراطية يكون فيها اتفاق على ما اتفقنا عليه ويعذروا بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا والسؤال أنا أملي وأقولها دائما أنا أملي هو أنه قبل أن أغادر هذه الدنيا أرى نشأة هذه الكتلة التاريخية بالمفهوم الكرامشي حتى فأظن أن هذا أمر وارد في أدهان عدد من الناس علينا أن نجتهد في هذا الاتجاه وأو نحقق هذا الأمل مع كل أسف كتلة الديمقراطية عرفت يعني انفصاما كان على مستويات وعلى مراحل تكوين كانت مكوناة من خمس أحزاب حزب الاتحاد الوطني للقوى الشابية الاتحاد الشراكي حزب الاستقلال التقدم الشراكية ومنظمة العمل ثم لاحظنا الأسباب لا أدريها لحد اليوم إن أسلي أمري عبد الله إبراهيم رحمه الله لم يترك تفسيرا لموقفه بعد مدة قليلة من الزمان المحط بشكل تلقائي من هذه المجموعة ولم يبقى له وجود على مسؤول الكتلة ثم بعد ذلك لاحظنا النوع من قرار المزدوج بين القوتين الأكثر وزنا عدديا على الأقل في داخل الكتلة لإقصاء منظمة العمل ورغم ذلك نحن كحزب بقينا مع الأخوين أو المجموعتين التي كانت وراء هذه الإقصاء عمليا يعني عشتوا هذه المرحلة وبعد ذلك لحظنا أن الصراع بين هذين الهيئتين الأكثر قوة بين المزوجتين أصبح يتنامى بشكل قوي حتى في إطار حكومة التنوب التوافقي ثم شهدنا بعد ذلك بعد الانتخابات التي أتت بعد حكومة التنوب التوافقي بعض مقالات في الصحف أحد قاد في حزب ما عندما سئل عن الحزب الآخر رد على الصحفي أن هذا الحزب الذي كان الكلام عنه غير موجود في أجندته طيب الآخر صدر مقالا في صفحة الأولى لجريدة حزبه أمولانوبا وكأننا في قضية السيركو ما أعلم أنتم فوق الصهار كنت نشوف هذا السيركو وكأننا أمولانوبا لما سورتي ما يجب أن نعالج الأمور ثم أكثر من هذا وأفضل من هذا هو أن نحن كنا ملحين ولو أن أقصينا لمدة سنة تقريبا من اجتماع الكتلة تقريبا سنة لا أقش متكر بالدوط لكن تقريبا سنة كنا دائما نراسل حتى عندما توفي عاليتها وكان هناك تغييرات على مسوريئات السياسية المكونة للكتلة راصلنا إخواننا في الكتلة من أجل إحياء هذا المريض الذي لم يعني ينتقل إلى ما بعد الحياة وبعدنا لهم رسالة رسمية واتفقنا على أننا سنجتمع في مكان معين في ساعة معينة وذهب هذا العبد الضعيف إلى المكان فوجد المخاطب وكأنه غير مستعد لإستقبال أي كان نائم ولم يكن في الموعد الذي حصل الاتفاق تحديده فالجواب كان هو أننا تفقنا مع الطرف الآخر إذا ما نحن محسوبين نحن 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 ما شرفون جا يحتب الجواب كتابة على تأجيل هذا اللقاء تفقنا معهم مرة أخرى إن شاء الله مشاكة تكون الأمور ومشاكة يمكن تضبر الأشياء وتكون في المستوى اللائق لهذا الوطن لهذا الشعب طيب أليست تدعي من نره اليوم من تدهور في المصار الديمقراطي بشكل عام رأينا كيف أن 8 شتنبر أنجب نخبا سياسيا يعني بدأت تجليات أمور كثيرة تدهر على مستوى التدبير على مستوى طبيعا على أشخاص إلى غير ذلك هل يتطلب هذا يعني هبة من أجل إحياء كتلة تكون متسعة تضم كل أطياف الممكنة التي يمكنها أن تشتغل على ضرورة إرساء أسس حقيقية لديمقراطية تنقض بلاد من التدهور أنا أشاطرك هذا الأمل ولكن كيف تفعله مشكلة مترهوك غير يمكن أن نفعله وكيف تتصورون تفعله هو أنه يكون هناك جيل جديد من المسؤولين السياسيين لاستخلاف من هرم وأنا من أولئك الذين هرموا فيكون فعلا عندهم هذه النظرة لدرورة جمع شمل كل قوى التي تؤمن بالديمقراطية للحق عنا الأساس دستورنا دستور متقدم ومتقدم جدا علينا أن نثمره أو أن نثمره أدق فهذا رهن بنا مثلا كل ما يهم ديمقراطية بالمشاركة أو التشاركية كما نسميها في وتأيقنا وفي دستورنا فهذه الديمقراطية التشاركية لم تفعل بما يجب هذا أنا في اعتقادي وفي قرارة عماقي أظن أن الديمقراطية الحق ليست هي الديمقراطية التمتيلية ديمقراطية المتيلة ضرورية التقوص الديمقراطية يجب أن تحترم بجميع جوانبها بما فيها الجانب البرلماني إلى آخره ولكن الديمقراطية بالمشاركة هي الأكثر النجاعة لأن تجعل المواطن المواطنة يأخذون زمام أمورهم بأنفسهم لا على مستوى الحي ولا على مستوى مدينتهم أو قريتهم ولا على مستوى جهتهم ولا على مستوى الوطن بالتالي هناك من يقول الديمقراطية التشاركية مهم وأساس ولكن عندما يغيب مجتمع مدني حقيقي لا يكون بغشوش المجتمع المدني هو مرآة للمجتمع والمجتمع فيه الصالح وفيه الطالح لا بد أن أخذ هذا الأمر بعين الانتبار إنما علينا نحن الذين نعتبر أنفسنا بنوعي من جرأة وشي شوية كذلك لست أدري كيف يمكن أن أصف هذا الأمر هذا كيف يمكن شوية يعني الظن بأننا نحن يمكن أن نقوم بما لم يقوم به من سبقنا إذن نؤمن الغرور لن يكون ذلك ولكن لنلتقي لنناقش فيما بيننا ونصدر ورقة توافقية كما كان الحال بالنسبة للكتلة الديمقراطية في هذا الباب كان هناك مناسبات التي ضعنا فيها مثلا لن ننسى بأنه إخواننا مثلا في الاتحاد الشراكي في الانتخابات المحلية حصلت بينهم وبين حزب العدلة والتنمية توافقات وتحالفات عن المسوى المحلي فمثلا مدينة الرباط لم يكن للرئيس الذي انتخب آنذاك وهو معروف زميل وصديق أن يكون رئيسا لو لا دعم حزب العدلة والتنمية إذن كان هناك تعامل لما لم يصل هذا التعامل إلى ما هو اسم المسوى الوطني ولا ننسى كذلك ما قاله إله بن كيران عندما صرح أنه لا يتصور حكومة يرأسها بدون أن تكون فيها كذلك الكتلة الديمقراطية كل هذه الإشارات كانت فيها فائدة طبعا كانت تزعج بعض وهذا شيء طبيعي ولكن كان علينا أن نكون أقوى من إزعاج الآخرين لهذا الواقع وأن نسير في هذا الطريق هذا لم يحصل لأسباب كثيرة نتأسف إليها ولكن للأسف لا يكفي علينا أن نصحه نبدأ دواتنا وأن نصح نسيرتنا لنصل إلى ما نبتغيه وهو الكتلة التاريخية التي ذكر بها ولو بشكل يعني محرف شيئا ما سي جابر رحمه الله أعود أستاذ مولي إسماعيل لأسألك سؤالين عن مجالين كنتم يعني خبرتموهما بشكل جيد هو ما يتعلق بالفلاحة وأيضا بالتعليم نقلب نبدأ بالتعليم بإذن إسماعيل التعليم السؤال هو هذا التعليم يعني ظل ورشا مفتوحا منذ بداية الاستقلال إلى الآن صحيح وكأنه يعني مجال للتجريب الذي لا يني ولا يتوقف آخر ما كان في الولاية السابقة هو القانون الإطار للأسف القوانين التنظيمية وبداغوجية لم تصدر ويتم الآن الاشتغال تقريبا خارج هذا القانون الإطار يعني وأدى ذلك إلى أزمات معروفة حصلت يعني ما هي كيف ترون يعني إمكانية وضع القطار في السكة بشكل حاسم بالنسبة لهذا الموضوع المتعلق بالتعليم والمهم والحيوي بالنسبة للأجيال القادمة أظن أن القطار موجود سكة إن كنا نوضعها بسهولة بقي المحرك ومن يقود هذا القطار فأظن أنه الإشارة إلى ما أشرتم إليه وهو القانون الإطار هذا قانون يجب أن يطبق طبعا بتدريج من دون شك ولكن يجب أن يطبق أن لا نزغ عن ما هو موجود فيه ثم علينا أن نتذكر كذلك أن ما احتوى هذا القانون هو مقتبس من اللجنة الوطنية التي نقشت رؤية استراتيجية التي وضعت من دي قبل إذن أن المعدات كلها جاهزة قد من الطريقة للتفعيل طريقة تفعيل هذا يتطلب نوع من جرأة جرأة ماشية في الجزئيات إن تمكنها توجد في الجزئيات وظهرت في بعض الجزئيات ولا يمكن إلا أن نحيي هذا النوع من الجرأة الذي حصل مؤخرا بالنسبة لبعض الجزئيات ولكن نحن بغينا تكون شيء مجزئ على النوع الذي عليه ففي هذا الباب أظن أنه على جميع من يهمهم الأمر أي جميع المغاربة والعيئات الحزبية المغربية أن تلتقي وأن تناقش كذلك هذا الوضع هذا هذا الأمر وأن تقترح حلول كانت محاولة بالنسبتي لحكومة التنوب التوافقي حكومة التوافقي في الواقع الجريبة التي مررت منها لا بالنسبة للتعليم ولا بالنسبة للفلاحة جعلتني أولا انتهي بنوع من الإحساس بالغبن والإحساس بالحرمان لأن حكومة التنوب التوافقي دامت أقل من خمس سنوات أربع سنوات ونيف شخصيا كنت مسؤولا على التعليم الابتدائي والإعدادي تحت لقب وزير التربية الوطنية ولكن لا سلطة لي أبدا على التعليم التنوي والتعليم العالي ولحت على البحث العلمي لأن كل قطاع كان فيه وزير أو وزير منتدب لا يرضى أبدا لنفسه ولحزبه أن يكون مأمورا من قبل شخص ينتمي إلى حزب آخر نعم إذن إشكال هيكلي في الأصل لا يمكن أن تصور أن تكون وزارة التربية الوطنية مجزعة كما كانت مجزعة في ذلك وليست هي الوحيدة التي كانت مجزعة وجدت نفس في وزارة الفلاحة أنا كنت مكلفا بسياسات الفلاحة ليس إلا التنمية القراوية كما تسمى لم تكن بين يدي والمياه والغابات لم تكن بين يدي فبالتالي أظن أن وظيفة حكومة التنوي التوفقية كانت فقط هي أن تجعل حد لتشنج الذي ساد الحق السياسي الوطني من الاستقلال إلى تكوين حكم التنوي التوفقية هذا مكسب كسبناه كشعب وكدولة كبلد شيء إيجابي ولكن شيء آخر لا شيء قد تحقق يستحق الذكر قمنا ببعض الأشياء حلنا بعض المشاكل الجزئية ولكن لم نكن قادرين على حل للمعضلة نعطيك أمثلة التي عيشتها متانا بالنسبة التربية الوطنية عندما تكلفت بالتدائي والإعدادي قمنا في إطار مجموعة من معنينا بالأمر في إطار الديوان وستعنا ببعض الخبراء أن علينا إذا أردنا فعلا أن نضمن تعميم التعليم وهذا حصل في هذه الفترة الوجيزة التي مرت بها ومر بها كذلك من كان معي حققنا هذا التعميم العام وصلنا لقريبا 99% من مجموعة التلاميذ والتلميذات الذين عليهم أن يوجدوا في المدرسة ولكن كان لدينا مشكلة للبنايات المدرسية وجدنا وحدنا من الحل وهو الاستفادة من مساندة للصندوق التنمية للجماعات بعد صراع طويل مع الوزير الذي كان مكلفا بدالي وكان تفهم الأمر كنا نأخذ من عندهم فلوس وعادي نصرفه من أجل بناء ما يجب بناءه وترميم ما يجب ترميمه واستكمال ما كان متوفر لنا من بنايات حتى على المستوى حشغهم المراهد ولكن بعد ما غضر سنة الوزارة بعد سنتين ونيف سنتين ممكن الفكرة الفكرة التي كانت تضمن على الأقل التمويع قبل أن يأتي تاتي الميزانية وتمكن من سد هذا الدين الذي نختلفه أو الذي يكون على جمتنا إذا صندوق التنمية الجماعية صندوق تجهيز الجماعي فهذا أولا ثانيا كنا 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 على المساوى التكوين أو جودة التكوين أولا إما نقو على المساوى التي كانت لغة أو ما كان أفضل هو أن نتوفر أو يتوفر لنا 12500 مدريس سنويا لمدة خمس سنوات تتعطيك 60 ألف في نهاية الخمس سنوات هذا أمر ما حصل لي أن وزارة التربية الوطنية وزارة المالية والاقتصاد أجابت بأن في غير الممكن أن تضمن هذا المبلغ أو هذا العدد من المدرسين فانفاعلت الأول مرة لأن لا تهمني أنا عندي وحد قطع تخصو تمش إلى وغاية تمش مزيان تخصو يكون عنده هذه الإمكانية ما تمكن شيء فانفاعلت في النقاش الأول الذي جرى بينني كوزير ووزارة الاقتصاد والمالية التي كانت ممثلة بكاتبها العام أنا ذاك انفاعلت وانفعال قوي وصل الصداء لصاحب الجلالة الحسن الثاني أنا ذاك رحمه الله الذي في الاجتماع الذي كان علي بط كان سيبت في الميزانية أخذ الكلمة طبعا وقال بأن سمعت بأن السيد وزير التربيل الوطنية قد انفعل وانفعل يعني يدول على يعني غير على القطاع الذي يديره لكن إمكانات الدولة لا تسمح بذلك إنما سنضاعف عدد المناصب التي سجلت له زينا من ستمية لألف ومئتين ألف ومئتين هي أقل من العشور مما كنا نطمح إليه أو نطمع فيه فهذا ما حصلش وما لم يحقق آنذاك هو الذي أدى بعد سنوات حتى لا أقول بعد عقود للترار الخصص المهوئ الذي حصل والاستفادة أو النداء على كل من هو مهيئ أو غير مهيئ للقيام بعمل فيداغوجي في المستوى هو القضية للمتعاقدين وما ترتب عن ذلك من مشاكل والقضايا أستاذ مولي إسماعيل أنتقل بسرعة إلى القضية الثانية المرتبطة بالمجال الفلاحي وهي قضية ندرة الماء في علمكم الرسالة الملكية التي تحدثت نقص الخطر بالنسبة لهذا المجال ما هي الحلول الممكن أولا ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر بشكل يعني مختزل وما هي الحلول الممكنة انطلاقا من تجربتكم لهذا الأمر الحيوي بالنسبة لحياة المغارية أولا لابد أن أذكر بشيء قلته مدم الزمن وتهجم علي عدد من الناس الذين كانوا من المقربين لوزارة الفلاحة بعدما غدرت هنا الميدان أننا نعيش في منطقة فيها قحولة مرتفعة هذه المعطاة اللول هذه المعطاة الطبيعية لنحن هنا الكرة الأرضية هناك مراطق مناخية معينة الجريدية المتوسطة المعتدلة المتوسطية ثم نصل إلى هوامش الصحراء ثم إلى آخر حتى نصل لخط الاستيواء فنحن نتواجد في منطقة القحولة فيها لا أكل جفاف إنما القحولة ملحوظة منذ أن كنا شيء جديد إذا عودنا إلى التاريخ ونصفح كتب التاريخ نتكلم مرارا عن وجود فترة جفاف تدوم سنوات وسنوات الآن وصلنا للمرحلة التي كنا نشهد فيها سدود وهذا ما قمنا بولا شيء كان إيجابي وهذا سدود من المفيد أننا نستمر في بنائها ولكن تطلب واحد الشيء وهو أساسي هو أننا نخرج من هذه الفترة الجفاف تلا أقول قحولة قحولة لا يستحيل ولكن على الأقل الجفاف أن يمطرنا هذه القدير بأمطاره لنمرئ هذه السدود وأن نملئ ما سنبلي من سدود في المستقبل هذا لنفرض أنه حصل لابد كذلك أن ندبر مالنا من ماء بشكل عقلاني ولكن ليس فقط عقلاني بل يهدف إلى نوع من الاقتصاد حتى في تدبير هذه الإمكانات المتوفرة فهذا تجعلنا أننا أولا نجعل حد لتصرب المياه لا بالنسبة للأرياف ولا بالنسبة للمدود فيبدو أن قريبا حتى لما كنت في الوزارة كان موشق مطروح 40% من الماء مثلا الفلاحية تذهب سودان سودان نسبي لأنها تتصرب إلى بعض الفرشات المائية بعض الساديمات المائية تطعيمها ما كان بس ولكن ما تتنشيشي الهدف لأن تكون هناك مثلا قنوات تكسر بسبب من الأسباب إما لأنها وصلت إلى مستوى من الشيخوخة أو لأنها كان سوء تدبير وكان أحيانا سوء إراضة وعمال مبيات من خبل بعض يمكن هرسوا قنوات الرأي لأن كان ضيعة للمات يمشي هباء منطورة هذه تخصنا نكونوا حارسين على ذلك ونجولونها حد لما تكلمنا على الصغي نقطة نقطة أو الموضعي هذا يعني كذلك تخصى تخذ من الاعتبار وتكون هناك واحد لنا من المراقبة ليس فقط على القنوات الكبرى أو القنوات التانوية بل حتى على مستوى هذا صريف المياه من أجل سقي الأشجار وسقي كذلك المزروعات هذا الأمر هذا وبالنسبة لنوعية المزروعات التي نحن نحن نقولها مغروسات بالأساس مغروسات نعم مغروسات مثلا لا يعقل وهنا يطرح المشكلة هذا الجشع التي تكلمنا عليه لا يعقل أننا ننتج ونصدر الماء على شكل فواكه مثلا الأفوكا الذي يستعيد كثير من الماء طبعا أجاب أحد الوزراء على سؤال كيف يمكن أن حرم بعض المزارعين من رزقهم لا سيد يعني لا يمكن أن ترجع بالخير لا على المستهلك النهائي في أوروبا أو غير أوروبا ولكن بالنسبة للمستهلك في هذا الوطن هذا كذلك من الأشياء قضية الموضة التي كانت كذلك دير زرع الموز وبناء هذه الحقول المغطط يعني حقا عملية خرقاء حتى بالنسبة لبعض الحوامض كأن هناك نوم الإفراط في اعتقادي علينا أن نتجاوز مساحات معينة ونبقى في حدود المعقول وفي حدود الإمكان ويكون دائما الهدف وهو الاستيجاب إلى احتياجات المواطنين في بلادهم وليس احتياجات المناس آخرين يبعدون علينا بألاف كيلومترات سمحني ما زالنا كل موضوع خضية هذه موضوع شاسع هو أن الاقتصاد حتى في الماء في المدن ليس فقط بنسبة لسقي لسقي رش الحدائق المناطق الخضراء الضرورية ولكن هنا متى نفرب بدأوا يستعملون المياه العدمة العدمة يحولونها ويمطفونها عن طريق تصفية باش تكون نظيفة وما يكون شيء أداء للحيوانات ولا للبشر إذن هذا كذلك من الحلول الممكنة نضيف إلى هذا كون كذلك تخصنا هذه القليلة للتحلية تحلية المياه المياه المحر في بعض الأماكن ولو أنه مكلف عن مساوى الطاقة إنما يمكن أن نجد هذه الطاقة بتعميم طاقات متجددة ثم كذلك القضية للضبط الماء للاستهلاك الفرضي الماء الخاص بالصناعات الماء الخاص بالسياح فهذه من المياه التي تخصها تضبط فيما يخص التهلاك الفرضي فهذه مشكلة التربية المدنية أو الوطنية وإن كان قيل بأنه يشكل 13% فقط من هذا ولكن أرى كان 13% مزيان تبقى في الحقيبة لنا تخص الناس يعرف أنه ليس بالضروري أنه عامل الشلال المياهات تبقى ربع ساعة والمياه هو عليه لا الإنسان يوصل ثلاثة دقائق ربع دقائق خمسة دقائق وانتهى الأمر يمكن أنه يشد هذا الشلال وليس عندما يعمل الصابون لا يوجد صابون والماء على رأسه تبقى هذه الأشياء التي يجب الإنسان يعملها لا تفل في الدار إنسان ركان دي ونقل كاسي بكاس شبري دي الماء صحيح نرجع لعدد أن يتم اقتصاد وإن تعلن رجال كما قال الرسول صحيح في الماء تماما إذن هذه من الأشياء التي يجب أن تدخل في تقوين ثقافة الناشئة مثلا في المدارس لابد أن نعود إلى الدروس المتعلقة بالأخلاق والتربية المدنية أفتد مولي إسماعيل سمح لي استعجلك لأن ما كان مشكلة أخذ من وقتك طبعا سؤال ما قبل الأخير عشرون سنة اليوم مرت على إصلاح المدونة طبعا استجدت أسئلة ملحة جديدة يعني السؤال هو ما هي في تقديركم محددات المنهجية الضرورية يجعل هذا الإصلاح ناجحا ومستجيبا لتطلعات المغارض سؤال كبير في الواقع لأنه المدونة الحالية نحن لم نختار لك إلا الأسئلة الكبيرة نحن لم يكن مشكل نحن جواب لا حسر بسيطة عادية لي وحب في حدود في حدود متواضعة فأولا لابد أن نشر إلى أن المدونة الحالية التي ما زالت سريعة من فعول أتت بمكتسبات مهمة بالنسبة لموقع المرأة ولأوضاع الأسرة أو الأسر المغرمية أنما أبانت كذلك ربعض النقائص منها بالخصوص قضية الأطفال المشردين في الأزقة منها كذلك الأطفال الذين يعني يزدج بهم في سلة المهلمات أحيانا مع كل أسف هذا مشكلة أخلاقي يجب أن نأخذه منها الاعتبار ثم كذلك هناك بعض ميادين التي لم تنصف فيها المرأة أعطيمة البسيط مشكلة ميدان العمل ولا سيما في القطاع الفلاحي نعلم جميعا أن الأجرى المخصصة للمرأة في القطاع الفلاحي وهي تقوم بعمل جبار في هذا الميدان لا سيما في المناطق المسقية لإقتطاف مثلا بعض مغروسات وبعض مزروعات فتتقادها راتب أقل من زميرها الرجل كان هذا سلوك ذكوري تمييزي تمييزي غير مقبول و لا تنفهم كيف مثلا النقابات تكون شيء ما قامت بحملات من أجل إنصاف هؤلاء النساء التي التي قمنا بعمل جبار على مساوى الإنتاج و يضحينا حتى بأمارهم أحيانا لنتنسيبه دائما حافلة أو شاحنة فيها نساء استضمت بسيارة أو استضمت بشاحنة أخرى فمات عدد كبير من الناس غالبا نساء فهذا شيء غير مقبول الآن في بلادنا ونحن في القرن في وسط قريبا القرن الحادي والعشرين ثم كان هناك ذلك القضية للإرد فمثلا يجب أن نتذكر أو أن نتأمل أولا في صورة النساء أنا من الصور التي تعجبني في القرآن وهي صورة النساء وناشد الجميع أن يقرأها وأن يتمعن في ترتيب آياتها فطبعا فطبعا نحن مركزين أساسا حول للذكار حبل الأنتيين ولكن تنشو ما ياتي فيما بعد أنا تنطلب الفقهاء أنهم يفسرون لي وأنه لماذا مثلا لذكار حبل الأنتيين ثم مباشرة نجد وإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن تلت ما ترك وإن كانت واحدة فلعم نصف إذن فسر لي لماذا هذا الأمر هذا وماذا يعني بالضبط منذ كما يقول هذا لا علاقة له بالفيقه ويطرح سؤال على الفقهاء ليس كمباشر خاطب شخص آخر يمكن أكثر طلاع على ما يهم الفقه الفقه منه ولكن نحن متساون على الأقل فأظن سؤال أكثر إنسانيا من الجواب تماما تماما فهذا الباب هذا شيء مهم ثم لماذا لا نطبق كل الآيات الوردة في هذه صورة النساء لماذا مثلا لا نعمل ب شيء توصية هذا أمر بعد دين أو وصية الدين من دوش إن الصاحب الدين تيجي طلب بماله أما الوصية لا وصية لي وارد على أي أساس شنو كانش تحريم لهذا الأمر هذا هذا وارد عنده الحق باشي يستفر الوصية والوصية لها أسبقية على أي شيء إلى مثلا إنسان وهو على فراش الموت سيقابل أرباء بعد هنا يعمل وصية مكتوبة على طريقة كما نقول الدريج يعطي مثلا ما أراد من ملكه الخاص إلى أحد أبنائه ما كان مشكل لا شعالين إنسان لن تخلوف هذه الأشياء قولوا ما يمكن شاء وتخصو كذا وتخصو كذا هذا عمل قام بها البشر ماشي كلام الله إنما يعودنا إلى كلام الله الأمور واضحة هذه واصية مفروض احترامها على الأمر من يدبر شؤون من توفية قبل هذه هي أسئلة نحملها تحمل إلى أهل الاختصاص تماما يعني يجيبون على هذه الأشياء وهذا جزء من أشياء أكثر يعني شمولية وكما قلت قلتم يعني أسئلة تتعلق بمجال الاختصاص تماما ولكن هذا يهمنا نحن كمسلمين جميعا لأنه الآن تطور المجتمعات تطور الواقع يفرض علينا أن ننظر في مقاصد الشريعة بشكل معمق بهدوء بدون تصرع ولكن يكون الأمور دقيقة ودقيقة جدا كأن بعض الأشياء التي يمكن أن تغير من بعض المعطيات دون مساس لا بالعقيدة ولا بجوهر الدين وفيما يخص سورة النساء عندما ننهي قراءتها والتأمل فيها أظن أنه الرسالة واضحة في اعتقادي المتواضع هذا أمر يهمكم أنتم ابن آدم أيها البشر ننظموا أموركم بأنفسكم وإلى لك وعدد التنقضات طيب إسماعيل ونحن بمناسبة نتحدث عن المرأة كلمة للمرأة المغربية عليها أن تستمر في نضالها وعلينا نحن الدكور أن نساندها في هذا النضال وأن نحقق بعض المكتسابات لها وعلى الأجيال الآتية أن تستمر على نفس النهج وأن تطور هذا المجتمع حتى نكون في مستوى ما نبتغيه جميعا من دون شك من تقدمي وازدهار لشعبنا طيب قبل الختام سأطلب منك باختساب كلمة في ثلاث شخصيات وفي ثلاث مواقف ووقائح أما الشخصيات أبدأ لك بالمرحوم عليها عليها كان بنسبة لمدرسة بكل معنى الكريمة وحباني الله بأن ساهمت معه في تدبير شؤون المجموعة الصغيرة التي كنا نمثل فيها الحزب داخل البرلمان فقبل أن أتوجد معاه كان لوحده لمدة برلمانية معينة يقوم بما لم تقوم به فراق كبيرة وكبيرة جدا وهذه شهادة من قبل حسن الثاني كان قال الشخص قام بما لم تقوم به فراق كثيرة العدد لما التقيت به أما لما التحقت به في سنة 1987 أظن كنا هنا الاثنين نحضر جاميع اجتماعات الليجان بدون استثناء لا سيما في مناقشة الميزانية ننتقل من لجنة إلى لجنة وهو إضافة إلى العياء الذي كان يؤديه كان عليه أن يمتطي سيارته ليلتحق بمنزله في كل ليلة في كل ليلة في الغد الليلة لدوزة كلها في العمل في البرلمان شخصية الثانية الدكتور عبد الكريم الخطيب الدكتور عبد الكريم الخطيب أولا خالي وفالإطار هذا يجب طبعا أن أعطيه ما يستحق حق القرابة ها تماما حق القرابة مع كل ما يؤدي إلى يعني محابات طبيعية التي يمكن أن تظهر فدكتور الخطيب أنا أجله نظرا لعفويته ونظرا لشجاعته ونظرا كذلك لإيمانه الراصخ بما كان يؤمن به فكان مندفعا في هذا الباب وما كان يعجبني في كنامه أحيانا هو واحد مقولة صغيرة بسيطة كان دائما لما تقررت أنا في إسلام لما يبغي يكون يكون شخصية التالية يالي شات مغربية يالي فرنسا جانلوك ميلانش جانلوك ميلانش أنا معجب به بكل صراحة قبل أن يكون رئيسا لفرنسا الأبية فأولا قدرة الجدال وصرعة الرد ودقة الردود التي يتقدم بها فأتفهم إذن لماذا أعدائه لماذا أعدائه يصبون عليه بالسب واللعن والشاتيمة والشاتيمة أقصى من الأحداث التي تغير مجرى الأمور مجرى الأمور فقط أو التاريخ يمكن التاريخ ما زال ما نحكمش على التاريخ لأن التاريخ بطيء في تقدمه إنما مجرى الأمور ومن دون شك أنها ستؤدي إلى تغيير مجرى التاريخ لأنها فضحت همجية الصهيونية التي بنيت على أساطير لا أساس لها من الصحة للتاريخية ولا الدينية طبعا إنما بنيت على إكراه الآخرين وجعلهم أمر واقع بدعم من الحاضن لهذه الصهيونية وهي الإمبريالية العالمية والآن هذه الإمبريالية ممتلة في الولايات المتحدة وشاهي برد الله عمر شي واحد شافشي دولة دخلت في مرحلة ديال أزمة معينة انفعلتها هي بنفسها وتصفت أكبر حاملة للطيارات جهة في الأسطول ديال من المتوسط أو الأساطير من أجل دعمها ويأتي وزير الخارجية ويصرح قبل أن يدخل في صام الموضوع أنا آتي هنا كسهيوني حقيقة مشا نقول لك أمور كي تقوله هندي ونا الماش من بيوع الحدث الثاني هو حدثان مرتبطان هزيمة المغرب الفريق الوطني في كأس إفريقيا هو احتضان المغرب لكأس العالم بالشاركة مع إسبانيو البرتوغة أظن أنه بالنسبة للهزيمة هذا الرياضة هكذا دائما فيها مجازفة ولا يمكن أن نضمن نجاح حتى ولو كانت مثلا في الحلبة جوقة البرازيل برمتها وبماضيها وبلاعبيها لا أظن أنه خضية ولا سيما كرة القدم ولذلك أنا لا أحب كثير كرة القدم وفضل الريو على كرة القدم هذا فيما يخص هذه الهزيمة التي لم تكن هزيمة في الواقع نوصلنا رغم ذلك إلى ربوع المستوى المبارى وكان في إمكاننا أن نفلح بالنجاح لم يكتب لنا ذلك علينا أن نتابر وأن نستمر وأحيي بالمناسبة على ما قام به من أجل جمعي شم لاعبين لا في الخارج ولا في الداخل أظن هذا مختلف فيما يخص الجانب الثاني أظن هذا مكسب كذلك مهم سياسي إن لأول مرة هناك قارتين تلتقيان أو قارتا تلتقيان من أجل تنظيم مباراة المسوى العالمي شيره جزيرة إيبيريا أي الأندلوس القديم والمغرب الذي كان دائما من لا أقول جزء لا يتجزئ من الأندلوس أو يكاد لمدة طويلة من الزمن فبالتالي هذا نوع من إحياء العلاقات حميمية كانت تجمعون مع هذا الشعبين البرتغالي والإسباني الحدث الثالث مشروع الأطلسي الذي أعلن عنه جلال الملك في الدكرة 48 المسيرة الخضرة هذا مشروع هو فكرة عبقرية بكل صراحة وبكل موضوعية حقيقة هذا ما يفسر حتى ما يحدث للطغمة الحاكمة في جزائر من خروج عن الصواب فأظن أنه هذا الأمر سيعود بالخير ليس فقط على المغرب ولكن على جميع هذه الدول التي يحدها البحر الأطلنطي أو المحيد الأطلنطي في غربها ومن دون شكل أنها ستساعد حتى بعض البلدان التي بقيت مزولة نظرا لطبيعتها جغرافية ليس طبيعتها لتقسيمها التقسيم الذي خضر عاد إليه من قبل الاستعمار ومن قبل الإمبريالية فأظن أن هذا فعلا لا يمكن إلا أن نصفق له وأن نسانده وأن نداعمه وأن نتمنى تحقيقه في الأجل الذي ستخصص له شكرا الأستاذ موليسماعيل علويسا عدت كثيرا بهذا البودكاست معكم في الحلقة الأولى لبودكاست منتدى المتوسط وكانت في الحقيقة جولة ماتعة في مجموعة من المواضع أشكر أشكركم على القابول بالمجيء لهذه الاستضافة ونتم إن شاء الله لقاءة أخرى من أجل المزيد من النهل من تجربتكم الطرة والغنية من أجل الأجياء المقبلة ومن أجل التاريخ شكرا لكم وأحيي مشاهديكم جميعا لنا ما سبق لي أن أحيي إلا الإخوة والأخوات الذي سيتبعون هذا البودكاست شكرا لك شكرا لك شكرا لك